موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم طبعا هو الثلاثون من شهر ديسمبر للعام 2017 هذا هو اليوم الأخير في العام 2017 تفصلنا ساعات قليلة عن بداية العام 2018 الذي نرجو من الله أن يكون عام خير وحسم واستقرار لبلادنا ولجميع بلدان المنطقة والظاهر من المؤشرات أن العام الجديد سيشهد تحولات مهمة في المشهد السياسي الإقليمي والمحلي فقد انتهى العام 2017 بمؤشرات مهمة في هذا الصدد أبرزها ما يمكن أن نسميه صعود المحور التركي الكطري وتفكك محور إسرائيل العربية إذا صحت التسمية مع ارتخاء وتراه المنحوظ في محور إيران الخاص أحب أن تكلم عن ثلاثة محاور أقول محور إيران الخاص لأن لإيران محور آخر عام يجمعها مع تركيا أفرزته الأزمة الخليجية من ناحية وأزمة سوريا من ناحية ثانية سنحاول في هذه الحلقة أن نحلق فوق المشهد لمدة عام كامل لنلقي نظرة بانورامية عامة نسترجع فيها أصول المشكلات وبداياتها والتحولات الأساسية التي حدثت فيه لكن من خلال نقطة محددة سننطلق لرؤية هذا المشهد من خلال نقطة محددة حدثت في الأسبوع الماضي هي الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجل طيب أردوغان إلى السودان الزيارة التي حركت أثارت ردود أفعال كثيرة بعضها غاضب وبعضها مستبشر سنتحدث عن لماذا هي زيارة مهمة في تاريخ المنطقة وليس في تاريخ السودان وحدة ما دلالات هذه الزيارة؟ ما السيناريوهات المترتبة عليها؟ أين موقعنا نحن اليمنيين من هذه التحولات أو السيناريوهات؟ يعني نحن ننطلق من حادثة خاصة اللي هي حادثة زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى السودان من هذه الحادثة الخاصة سننطلق للتحليك فوق مشهد كامل على مدى السنة الكاملة اللي هي سنة 2017 لأن هذه الحلقة ستكون مجرد نضرب نورا مية على ما جرى خلال العام الماضي بالكامل كونوا معنا في زيارة هي الأولى لرئيس تركي إلى السودان منذ استقلال السودان عام 1956 وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخارطوم الأحد الماضي في مستهل جولة لثلاث دول إفريقية ذهب الرئيس أردوغان إلى السودان وبصحبته قرابة مئتين رجل أعمال تركي فيهم أو خمسين شركة تركية ووقع البلدان 12 اتفاقية بشأن التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية هذا الخبر اللي هو بالنسبة لنا عادي هو خبر غير عادي بالنسبة للأنظمة العربية المعادية لتركيا ولمشاريع الديمقراطية في المنطقة يعني تستطيع أن تتعرف أو تعرف مواكف هذه الأنظمة من مواكف إعلامها الإعلام الموجه من قبل الإجهزة الأمنية ونظام السيسي كان هو أكثر من توجع من هذه الزيارة وبلغ وجعه حتى الصراخ يعني رموز الإعلام المصري الذين هم بطبيعة الحال أبواك النظام الأمني في مصر تعاملوا مع زيارة أردوغان للسودان وأفريقيا وكأنها إعلان حرب ضد مصر يعني تعالوا نشوف كيف علق بعض الإعلاميين السيسويين على الزيارة زيارة أردوغان هذه ونشوف الألفاظ والتلميحات الأخلاقية التي استخدموها في التعليق على الزيارة ثم نعود للتعقيب على ذلك وطبعا زيارة أردوغان للسودان جاءت بعد كم شهر من زيارة موزة أنتم عارفين موزة دايما هي اللي بتسوي الطريق وبتمهده يعني وبتمهد الجو وإحنا عارفين تمهدتها بقى يعني بتمهد صح يعني وبتفتح بقى للخليفة اللي بقى السودان زمان فاكرين للبريطانيين وطبعا ما كانش غريب يخرج علينا الإخواني اللي تبالى بيه الشعب السوداني البشير ويقول إن حلايب وشلاتين ملك السودان ليه عم تم وزيرك ووزير خارجيتك قبل يومين ثلاثة خرج عايزي حاسبنا على المية يعني ده راجل بقى تهوس ولا إيه قصة يعني بس كلها يعني كلها ألعب مكشوفة كلها ألعب مكشوفة ورحتها وحشة أوي جاتكم القرف هذا مجرد عين على الأداء الإعلامي للنظام الأمني القمعي في مصر يعني لا أريد أن أصف هذا الأداء ومستوى الأخلاقي فلا ذنب بعد الكفر كما يقولون في الصوليون يعني أن الذي أباح لنفسه الإنقلاب على الدولة الشرعية المنتخبة بإرادة شعبية من الطبيعي أن يبيح لنفسه انتهاك ما دون ذلك من المحرمات وخوارم المروعة الجريمة الكبرى هي جريمة جريمة الانقلاب ولا ذنب بعد جريمة الانقلاب أي ذنوب بعد الانقلاب هي صغيرة المشكلة أن هذا المستوى من الأداء اللا أخلاقي معدي بطبعه يعني ممكن يتحول بسهولة إلى نمط إعلامي شائع في مختلف الفضائيات وهذا بيحصل الملاحظ أن وسائل إعلام دول الثورة المضادة أو دول حلف الفجار كما يسمونه في كطر هذه الدول وسائل الإعلام هذه الدول والوسائل المدعومة من كبلها تتعمد إشاعة مستوى واطي من الأداء الإعلامي مستوى متدني من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الفنية ومن الناحية المضمونية يعني الكواليتي كله يعني هذا المستوى من الأداء واللغة الإعلامية ذات الطابع السوقي مقصود ومدروس ولم يأتي عن طريق المصادفة وهو عادة يأتي في سياك مخطط واسع لتصطيح عقل المشاهد العربي وتزوير وعية وتحويله إلى كائن هاش كائن مغفل مسطح غبي لا يفهم شيئا إلا ما يقوله النظام المستبد وبالمناسبة لو خرجنا كليلا عن موضوع الحلقة هذه الاستراتيجية استراتيجية تصطيح العقل العربي وإخصاء وعية إذا صحت التسمية والوصف هذه عملية كديمة بالنسبة لدول مثل الإمارات والسعودية وما شابهها يعني كنا نلحظ في طبيعة ومستوى ما تنشره هذه الدول من مطبوعات مدعومة في السنوات الماضية يعني كان فيه سباك نشر وطباعة بين دول خليجية عديدة تقريبا كل الدول الخليجية كانت في حالة سباك لنشر مطبوعات ودعم مطبوعات وترجمة مطبوعات معينة لكن تلاحظ أنه في حين كانت الكويت رضي الله عنها تطبع سلاسل نوعية عديدة من الكتب والمجلات والدوريات التي تعنى بالفكر والعلم والثقافة والآداب والفنون بعضها مترجم من لغات أجنبية وبعضها الآخر غير مترجم وكانت توزحها على العرب بأسعار زهيدة يعني مثل سلسلة عالم المعرفة وعالم الفكر وغيرها من السلاسل والمطبوعات التي أثرت العقل العربي منذ السبعينيات إلى اليوم وأسهمت بقوة في النهضة الفكرية للإنسان العربي في حين كانت الكويت تفعل ذلك وفي حين كانت كطر تطبع بعض الدوريات النوعية المهمة النافعة للمثقفين وتطلق أهم قناة تلفزيونية في تاريخ العرب التي خلقت وعيا سياسيا عربيا مشتركا وتحرريا وخلقت وعي سياسي وخلقت حساسية تجاه الظلم والعدوان في حين كانت هاتان الدولتان تنفقان على طباعة وتأسيس هذه المشاريع النوعية كانت الإمارات والسعودية تنفقان ملايين الدولارات على طباعة كتب ومطبوعات في غاية التفاهة والسطحية على المستوى المعرفي وحتى إذا ترجمت أو طبعت شيء له قيمة معرفية فإنما تفعل ذلك على سبيل تسجيل النقاط والله إحنا طبعاً الكتاب الفلاني لكن طبعاً بشكل محدود جداً وغير مدعوم لا تدعم هذه المطبوعات التي كانت في مطبوعات نوعية لا تدعمها ولا توزعها على القارئ كما كانت تفعل الكويت مثلاً على القارئ العربي التي كانت توزع حوالي خمسين ألف إلى ستين ألف نسخة من عالم البعرفة يعني المسألة ليست اعتباطية كما قلت مسألة مدروسة ومكصودة الأنظمة الحاكمة لهذه الدول ترتجف خوفاً من نهضة العقل عند الشعوب العربية وشعوبها وتريد للمواطن أن يظل مشغولاً بمطالب الغريزة يدور حول وسطه المنطقة الوسطى هذه يدور حولها الغريزة الدنيا البطل الفرج وفي أحسن الأحوال كرة القدم إذا ترفع كليلاً ولهذا لا نتوقع أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه إعلام الأنظمة المستبدة إعلام محترم وهذه واحدة من الآثار الخطيرة التي تنجم عن وجود الاستبداد يعني يمكن في مصر كان حالة استثنائية في مصر نحن شفنا أيام عبد الناصر بالرغم أنه مستوى جودة المطبوعات خف شوية ومستوى جودة الفكر عموماً تدنى إلا أنه على المستوى الأفقي كان فيه انتشار للمطبوعات في عهد عبد الناصر كان فيه انتشار واسع جداً للثقافة والمطبوعات الفكر وإلى آخره لكن دول الخليج يبدو أنها يعني شيء يعني خاص يعني الشعوب مع الوقت سيحدث فيها ما يحدث للشعب المصري أو ما حدث للشعب المصري بسبب هذه السياسة من تصطيح العقل عن طريق التلفزيونات والبرامج التلفزيونية وعن طريق الوسائل الإعلامية سيحدث لها ما حدث للشعب المصري وما أدراك ما حدث للأمة المصرية حكومات العسكر يعني في ظل حكومات العسكر حدث للشعب المصري شيء خطير اللي ما يعرفوش يرجع إلى كتاب ماذا حدث للمصريين للكاتب اليساري جلال أمين وهو يرصد يعني سير انحدار العقل المصري والذوق المصري والحياة المصرية إلى الأدنى من الأعلى إلى الأدنى وجلال أمين للأسف هو الذين أيدوا الإنقلاب المصري على النظام الديمقراطي الذي أفرزته ثورة يناير 2011 وكان هذه من المفاجآت هذا الرجل كان رصد كما قلت تحولات المجتمع المصري من الأربعينات إلى السبعينات أو الثمانينات وكيف أنه المجتمع المصري ينحدر كثيرا تحت حكم العسكر ومع ذلك الكاتب اللي بيقول هذا الكلام هو نفسه الكاتب الذي أيد السيسي هو الكاتب اللي أيد إنقلاب العسكر على الديمقراطية هو طبعا السر معروف فقط لأنهم يولي اليسارية واليساريون لديهم فوبيا من الإسلاميين حتى لو كانوا عبر صناطيق الانتخاب وهذه هي مأساة العرب الخاصة أو مأساة المثقفين العرب الخاصة فوبيا الإسلام والإسلاميين وهي حقيقة ثلمة في تاريخ اليسار يعني عيب لا يمكن لليسار أن يعني يسقط من تاريخه أبدا ما حصل ما كانش سهل أبدا يعني أن تفضل أيها اليساري المثقف أن تفضل البيادة العسكرية على الديمقراطية لأنها تنجب إسلاميين فهذا يعني أنك لا تعرف ليس لديك مشروعة باختصار نرجع لموضوعنا زيارة أردوغان للسودان هي عبارة عن عنوان كصير لأحداث طويلة في الماضي وتحولات كبيرة في المستقبل يعني هي مش صدفة يمكن فهم هذه الزيارة ودلالاتها من زوايا مختلفة عندنا زاوية الرؤية السودانية نفسها وزاوية الرؤية التركية وعندنا أيضا زاوية الرؤية المصرية وزاوية الرؤية الإماراتية والرؤية السعودية يعني هذه كل زوايا نظر ممكن تقرأ من خلالها الزيارة من زاوية الرؤية السودانية لو تتبعناها تتذكرون أننا تحدثنا من قبل عن تعرض النظام السوداني لمؤامرة كادت تطيح به كدت تطيح بالبشير لولا أنه تلافاها في الوقت المناسب وقد انكشف المسطور حينها وتبين أن دول ما يسمى بحلف الفجار الأربع كانت تريد فعلا قلب نظام الحكم في السودان مع أن النظام السوداني يقاتل إلى صفها يعني معها في التحالف العربي ضد إيران وذراعها في اليمن وكان السودان هو البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة السعودية بإرسال جنود ميدانيين للكتال في اليمن السعودية مصر رفضت السيسي رفض يدعم السعودية بالجنود البشير هو الذي يدعم في حين رفض النظام المصري ذلك ورفض النظام الباكستاني دعم السعودية بمقاتلين على الأرض النظام السوداني دعمهم فكان جزاؤه مثل جزاء ذكر العنكبوت في بيت العنكبوت يعني يقولوا في بيت العنكبوت أنثى العنكبوت تدعو العنكبوت تدعو الذكر يعني ليلقحها وعندما يكون بمهمته وينتهي من تلقيحها تنقض عليه وتأكلها ولذلك أوهن البيوت بيت العنكبوت ما فيش علاقة عائلية يعني لطيفة هذا ما حدث للنظام السوداني في التحالف العربي فوجئ النظام السوداني ذات يوم بعشرات العربات العسكرية حوالي 150 عرب عسكرية تدخل من الحدود المصرية جاءت لدعم المناوئين للنظام السوداني يعني جاءت لدعم الانقلابيين على النظام السوداني وبعد أن استولى عليها الجيش السوداني ظهر يومها الرئيس البشير يشكر الأخوة المصريين على هذه المساعدة النبيلة وقال لهم إحنا محتاجين كمن وكمن لو عندكم جيبوا هاته طبعا كانت رسالة واضحة أنه خلص الرئيس البشير بدأ في التصعيد وواضح أنه لن يتراجع إلى الوراء ما لم يحدث اعتذار حقيقي واضح وهذا ما لم يحدث الاعتذار لم يحدث والسودان فاهمت أن اللعبة هذه ليست لعبة مصر وحدها وإنما لعبة حلف الفجار بالكامل ولم تمضي سواء فترة وجيزة حتى طالعتنا الأنباء بأن الرئيس السوداني قد أقال فجأة مدير مكتبة الفريق طاه عثمان حسين لماذا؟ على إثر انكشاف محاولة انقلابية كان يدبرها هذا المدير المكتب في القصر على البشير مدعوم من قبل الإمارات والسعودية وحلف الفجار كما يسمونه ويومها قلنا أن هذه الأحداث سيكون لها ما بعدها احنا تكلمنا في حلقة ماضية عن هذا وقلنا سيكون لهذا الحدث ما بعدها وأن البشير قد اختار المضي كدما بعيدا عن حلف الفجار وهذا حدث بالفعل هذا ما حدث وكانت زيارة البشير لروسيا وقبل فترة كصيرة وطلبا من الرئيس بوتين التعاون لحماية السودان من المؤامرة الأمريكية كما سماها كانت هذه الزيارة وهذا التصريح موجه في الأساس لدول حلف الفجار سعودية الإمارات مصر البحرية أكثر مما هو موجه لأمريكا هو لما كان يشتكي من أمريكا في روسيا أمام بوتين وما كان يشتكي من أمريكا هو كان يريد أن يقول للخليج ولمصر دول حلف الفجار هذه أنه خلص احنا فات الميعاد واللي انكسر ما يتصلحش أراد أن يقول لحلف الفجار أنتم من بدأتم بالغدر والخيانة أنتم من حاولتم قطع اليد التي امتدت لمساعدتكم فلا تلومون ولوموا أنفسكم فيما سنقدم عليه هكذا بدأ البشير في السير على خطة قطر التي تعرضت لنفس المؤامرة من قبل نفس الحلف هذه ثاني دولة تعرضت للتآمر من قبل التحالف اللي كانت موجودة فيه كلهم كانوا حلفة لكن كما قلت بيت العنكبوت أو هنو البيوت والتحالف العربي هذا يشبه بيت العنكبوت يأكل بعض وبعضها ونكل البشير تحالفها بصورة غير رسمية من حلف الثورة المضادة لثورات الربيع العربي على طول إلى حلف الداعمين بالربيع العربي هي معركة كما قلنا معركة محاور هتكلمنا كثير عن هذه المحاور هي معركة محاور وما يقدرش الواحد ينقى بنفسه عن هذه المحاور ما يقدرش عيش في الفراغ هذا طبع السياسة إذا لم تكن هنا فلا بد أن تكون هناك وإلا ستدفع الثمن مضاعف أن تكون وحيدا هذه معناها أنك تصبح ريشف في مهب الأطماع والمؤامرات كانت محاولة الانكلاب على النظام عمر البشير السوداني هي ثالث محاولة انكلابية فاشلة يدبرها حلف الفجار كما اسموه ضد الأنظمة التي لا ترك له يعني بدأها بمحاولة الانكلاب على النظام التركي وبعدين ثناها بمحاولة الانكلاب على النظام القطري وكان ثالث المحاولات هو محاولة الانكلاب على النظام البشير وطبعا كلها كانت محاولات فاشلة وهناك محاولة رابعة على الأكل هي محاولة الانكلاب على الشرعية اليمنية بالمناسبة محاولة الانكلاب على الشرعية اليمنية بعد أن يستغنوا عن خدماتها وقد استكملوا بالفعل كل شروط الانكلاب على الشرعية في اليمن إمارات والسعودية تحديدا استكملوا كل شروط الانكلاب على الشرعية اليمنية أسسوا أحزمة أمنية في كل المناطق التي خرج منها الحوثي هذه الأحزمة الأمنية تدين بالولاء للإمارات في الغالب والسعودية منعوا عودة الرئيس هادي وعودة الشرعية إلى المناطق المحررة حرموهم من عاصمة ينطلقوا منها في اتخاذ القرارات لكي لا يقوم الرئيس والحكومة بمهامه في من داخل الوطن عرقلوا حسم المعركة في كثير من الجبهات لأغراض مشبوهة وتدخلوا بصورة فجة في اختصاصات الرئيس والحكومة يقول لك ليش عين فلان وليش عين فلان الإمارات تبعث برسائل احتجاج على تعينات هادي وأثار العديد من النعرات الخطيرة والمشكلات المناطقية التي تضمن إضعاف السلطة الشرعية الموحدة حتى لو قامت فيما بعد وغير ذلك كل ما يمكن أن يسمى كل عناصر الانقلاب وشروط الانقلاب توفرت في الانقلاب على الشرعية اليمنية يعني نحن أمام رابع محاولة انقلاب ينفذها حلف الفجار الحقيقة أن حلف الفجار لن يكف عن التآمر ضد الأنظمة التي لم تخضع لأمريكا والحلم الإسرائيلي هذه هي الحقيقة بلا مغالطات هناك دول رفضت أن تخضع تماما للرغبة الإسرائيلية ونتوقع أن يكون هناك محاولات انقلابية أخرى قادمة ضد النظام التركي تحديدا لأن هذا النظام يشكل رأس الحربة أو يشكل الرأس والبدن في محور الدول الداعمة للربيع العربي ولذلك سيكررون المحاولاتهم معه وقد شاهدنا كيف أن النظام التركي هو الذي قاد المعارضة في الأمم المتحدة ضد قرار ترامب بنقل العاصمة الأمريكية إلى القدس وتحويل المدينة إلى عاصمة لدولة إسرائيل وقد كسب نظام أردوغان المعركة الأممية ضد أمريكا بالضربة القاضية وكان معاهم اليمن طبعا الدولتان قدمتا يعني قرار ضد القرار الأمريكي طبعا ليس من المتوقع أن تسكت غرفة عمليات التآمر الصهيونية على تحركات أردوغان الرامع إلى خلق محور كوي في المنطقة ضد أطماعها وعبث المشروع الصهيوني هم فاهمين أن شغل أردوغان كله لإيجاد محور جديد قوي يواجه محور إسرائيل ولذلك لن يسكتهم لا بد أن يكون هناك محاولات أخرى إما انقلابية وإما لمحاصرة دول هذا الحلف بمشكلات جديدة تركيا قطر السودان ربما الكويت ربما تونس ربما أي دولة الأردن ربما أي دولة تبدي يعني انطباع إيجابي تجاه تركيا وتجاه محور الربيع العربي ستعاقب وسيتم التآمر عليها إذن هناك سياك واضح للتخوفات والهستيرية التي أبدها إعلام السيسي ودول الثورة المضادة للربيع العربي تجاه زيارة أردوغان زيارة للسودان فتركيا ستكسب حلف جديد ومهم إلى جانب قطر يقوي من حضورها الاقتصادي والسياسي بمواجهة حلف الفجار والسودان ستستغني عن الدعم الخليجي بحلفها الجديد التركي الكطري الذي يمتلك المال والخطط الجاهزة لتحسين أداء الاقتصاد السوداني المتعثر سودان ستستفيد وستستكوي بهذا التحالف مع تركيا في مواجهة مؤامرة العسكر المصريين والتحرشات الخايبة للسيسي وفي ذلك ما فيه من إضعاف لحلف الفجار الذي بدأت عراه تتفكك يوما بعد يوم بعد أن خسر قطر وتركيا ها هو يخسر السودان والأردن وربما تونس والكويت والحبل على الجرار كما يقولون والخاسر الأكبر في هذه التحولات والسعودية ما لم تتلافى نفسها في وقت قريب هم يريدون تفكيك السعودية يعني حلف الفجار نفسه الحلف الصهيوني إذا لم تتلافى السعودية نفسها في وقت قريب وتطبع علاقتها مع تركيا على الأكل ذنبها على جنبها أعزائي المشاهدين سنذهب لفصل قصير ثم نعود لإستكمال الحديث نائب قو معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ما زلنا نتحدث عن دلالات الزيارة المهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان وقرأناها في المحور الأول من زاويات النظام السوداني في إسياق علاقاته المتوترة بدول ما يسمى بحلف الفجار وتتبعنا أصول هذا الخلاف الأصول القريبة لهذا الخلاف من أيام المؤامرة الأخيرة لمحاولة الانقلاب عليه وفي هذا المحور سنقرأ هذه الزيارة أيضا لكن من زاوية النظام التركي نفسه ما الذي تعنيه من زاوية النظام التركي كيف يرى الأتراك هذه الزيارة ولماذا تعد علاقة بالسودان مهمة إلى حد أن يأتي أردوغان برفقة حوالي 200 رجل أعمال إلى السودان ما دلالت ذلك في سياق الصراع بين المحاور الإقليمية التي تحدثنا عنها من قبل طبعا علشان نجاوب على هذه الأسئلة دعونا نرجع قليلا إلى الورع دائما التاريخ هو الذي يفسر الحاضر والمستقبل دعونا نرجع إلى كتاب العمق الاستراتيجي لأحمد داود أوغلو الذي يعد المنظر الأول لسياسة تركيا الجديدة تركيا الناهضة بقيادة حزب العدالة والتنمية الكتاب قدم ما يمكن أن نسميه المعالم الأساسية للسياسة الخارجية التركية تحدث عن المخاوف الأساسية للدولة التركية وتحدث عن الآفاق الممكنة للدبلوماسية التركية قال ما معناه أن تركيا محكومة بأبعادها الثلاثة بثلاثة أبعاد لا تستطيع أن تتحرك خارجها البعد الأول هو البعد الجغرافي الذي يربطها بالقرى الأوروبية أكثر مما يربطها بالشرق الأوسط تركيا أقرب الأوروبا من الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية يعني ولذلك يسمونها الشرق الأدنى والبعد الثاني هو البعد العرقي الذي يربطها بدول العرقية التركية في آسيا والبعد الثالث هو البعد التاريخي الذي يربطها بدول العالم العربي والإسلامي مشكلة تركيا الأساسية هي أن هناك قوة دولية وإقليمية تريد أن تغلق أمام تركيا كل هذه الأبعاد هذه الأبعاد جميعا لتبكى تركيا معزولة في مكانها ومجرد حارس بوابة للقرى الأوروبية والمؤسف أن بعض الأنظمة العربية يشارك في هذه المؤامرة بدوافع كذرة منها دافع الغيرة الشديدة من النموذج الديمقراطي الإسلامي الناهض تركيا العدالة والتنمية تمثل نموذجا مستفزا للأنظمة العربية المستبدة لماذا؟ لأنها أولا ديمقراطية نموذج ديمقراطي اثنين لأنه نموذج إسلامي يعني طابعة إسلامي الثلاثة لأنها قدمت تجربة ناجحة في مجال النهوض والتنمية أنظمة الاستبداد العربي أو الأنظمة العربية المستبدة تكره من أعماكها هذه الكلمات الثلاثة تكره الديمقراطية تكره الإسلامية تكره النهوض وتخشى أن يكون النموذج التركي ملهم للشعوب المنطقة لشعوبها المدجنة تخشى أن تحتل لتركيا موقع القيادة للعالم الإسلامي هذه مشكلة أخرى تخشى أن تحتل موقع القيادة في العالم الإسلامي هذا المنصب الذي تتصارع عليه أنظمة القمع والاستبداد والفشل العربي لكن هذه الأنظمة العربية المعادية لتركيا لا تستطيع أن تجهر بهذه الحقيقة ولذلك تلجأ لإثارة النزع القومية ضد تركيا وإثارة المخاوف من عودة الخلافة العثمانية يقول لك هذا ولا ناويني رجعوا الخلافة العثمانية المهم أي كلام ومع أنها محاولة مكشوفة وغبية عند المثقفين اللي معهم عقول إلا أنها تجد آذان صاغية عند بعض المغفلين العرب وما أكثرهم خاصة وأن طائفا من اليسار العربي اللي دايما نسميه اليسار العربي الرث الكاره لكل ما هو إسلامي طائفا منهم يشارك في هذه الحملة إلى جوار أغنام الأنظمة المستبدة يعني ناس محسوبين علينا مثقفين ورافضين للأنظمة العربية لكن لما تكلموا عن النظام التركي يقول لك لا قخة ليش؟ عنده حساسية من البيض والإسلاميين هذه هي مشكلتها حاولت تركيا في البداية الاكتفاء ببعدها الجغرافي اللي هو المتصل بأوروبا وظلت منتظرة على باب الاتحاد الأوروبي سنين للاعتراف بها قرابة سبعين سنة لكنها لم تحظى بشرف القبول بالانضمام لهذا النادي بحجج كثيرة كان بعضها أو كان أصدقها ما قاله بعض المسؤولين الأوروبيين عندما كان أوروبا نادي مسيحي ولن نقبل فيه بدولة إسلامية وقد أصبح هذا العذر هو العذر رقم واحد بعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة يعني أدرك حزب العدالة أن أوروبا لم تقبل بعضوية تركيا الكاملة في النادي الأوروبي إلا إذا تخلى الأتراك عن الإسلام تخليا كاملا وهذا طبعا أمر مستحيل وكان لابد للأتراك أن يفكروا في البدائل الأخرى يبحثوا عن أبعاد أخرى وبالفعل ذهب النظام التركي يحاول التحرك في البعد الثاني من أبعاد التركيا الممكنة يعني البعد العرقي الذي يربط تركيا بالشعوب التركية في آسيا الوسطى كازاخستان وتركومانستان وما شابه ذلك لكن هذا التحرك التركي واجه صعوبات جمة بسبب الممانعة الخفية لدول مثل الصين وروسيا وغيرها هذه الدول الصين وروسيا هناك في تلك المنطقة وبسبب تعقيدات السياسة في تلك الدول وجدت تركيا الطريق أمامها غير معبت ومع أن القيادة التركية لم تحصل على ما كانت تطمح إليه في هذا البعد إلا أنها لم تيأس مع أن القيادة التركية لم تحصل على ما كانت تطمح إليه في آسيا إلا أنها لم تغلق هذا الملف ولم تيأس منه وذهبت تتحرك في البعد الثالث والأخير يعني البعد التاريخي الذي يربطها بالشعوب العربية الإسلامية هذا أمر طبيعي وكانت كان النظام التركي قد بدأ بالفعل في التواصل مع كل الأنظمة العربية القريبا منه وكان بعض هذه الأنظمة كان معه علاقة جيدا مع بعض هذه الأنظمة يعني مثلا نظام الأسد في سوريا اللي بينهم الآن يعني ما صنع الحداد كان هناك عقدت تركيا مع نظام الأسد واحدة أكثر من 51 اتفاقية في مختلف المجالات وكان هناك زيارات متبادلة بين الرؤساء قبل أن تقوم الثورة السورية ضد نظام الأسد لكن لأنه نظام أردوغان أيضا لديه قيم ولديه يعني لديه مرجعية قيمية تخلى عن هذه المصالح لمجرد أنه نظام الأسد يعني كمع شعبه وقتل المئات الآلاف ما كان يستطيع أردوغان ولا حزب العدالة والتنمية أن يفكروا في مصالحهم الذاتية على حساب دماء الشعب السوري ولذلك فسدت هذه العلاقة مع أنه هذا ليس في مصالحة تركيا وكان شعار حزب العدالة الذي أعلنه أحمد داود أغلو هو آنذاك يعني قبل ربيع العربي كان شعارهم هو تركيا صفر مشاكل يعني تركيا خاليا من المشاكل نحن ذاهبون إلى تصفيات كل مشاكلنا وعدم إبقاء أي مشكلة تواجه تركيا عرادت القيادة التركية التفرغ للتنمية وإنهاء كل الملفات السياسية التي تعيك التنمية سواء كانت الملف الكردي أو الملفات الأخرى مع الدول المجاورة وبدأت فعلا في تقوية صلاتها بالعرب وتراجعت في الوقت نفسها علاقتها بإسرائيل آنذاك نحن كلنا شفنا ما هو اللي حصل بين الرئيس أردوغان وبين الرئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر لا أدري في وارسو أو في لا مؤتمر آخر لا أتذكره الآن اللقطة المشهورة لما قام أردوغان غاضبا وخرج من الندوة وتذكرنا أيضا ما زلنا نتذكر حادثة السفينة التركية التي هاجمها الإسرائيليون في عرض البحر تجاهة لمساعدة قطع غزة يعني أردوغان أو حزب العدالة والتنمية النظام التركي الجديد حاول يمديها دل العرب ويقطع صلة تب إسرائيل رويدا رويدا أو بالتدريج وحقيقة علاقة تب إسرائيل هي علاقة ورثها النظام التركي من الأنظمة العلمانية السابقة ولم يصنعها بنفسه وهذه نقطة يعني بالفعل تحتاج لنتوقف أمامها شوية ونتكلم فيها يعني لأنها صارت شبهة تعرفون أن خصوم النظام التركي عندما لا يجدون له عيوب كافية يتكلموا فيها يلجأون لطرح شبهة علاقة تب إسرائيل يقول يعني هذا نظام يسمي نفسه إسلامي وعنده علاقات متينة مع إسرائيل إذا أرادوا أن يردوا عليك يعني هؤلاء طبعا يتجاهلون ثلاث حقائق لا يجهلونها ولكنهم يتجاهلونها يتجاهلون أولا حقيقة أن النظام أردغان ورث العلاقة مع إسرائيل ولم يصنعها ما رحش يقول لهم تعالوا نسوي علاقات كما صنع بعض الخلائجة جنبنا كما صنعت الإمارات تحديدا ومصر والسعودية لا هذه علاقة ورثها من النظام السابق هذه حقيقة أولى ويتجاهلون حقيقة ثانية هي أن نظام أردغان لا يستطيع أن يعلن من طرف واحد وبدون مبرر حقيقي قطع العلاقة مع إسرائيل لأن هذا سيؤلب عليه الغرب وأمريكا وهو في وضع ضعيف ولا بيد الجيش ولا حاصل على أغلبية كافية ساحقة في تركيا ولا الديمقراطية التركية الديمقراطية الراسخة يعني مؤسسات الديمقراطية ما سالت حشة ما زالت كابلة للتهديد وبإمكان أي مؤامرة أن تقضي على مشروع التنموي والديمقراطي الناشئ هذه هي تخوف ثالث لكنه كان يسعى بين فترة وأخرى لإيجاد مبرر لقطع هذه العلاقات أردغان تحديدا ويتجاهلون ثالثا أن أردغان كان حريصا طوال الوقت كما قلت على استثمار علاقة بإسرائيل لصالح الفلسطينيين واسألوا الفلسطينيين أنفسهم هم أدرى بأهل مكة أدرى بشعابها اسألوا قطاع غزة ويعيقول لكم من اللي كان يكف داعما لهم وكان يدفع دائما باتجاه قطع هذه العلاقات لكن يدفع إسرائيل نفسها لقطع هذه العلاقات حتى يكون ذنبها على جنبها وقد وقعت أزمة حقيقية بين البلدين في فترة سابقة بسبب مواقف أردغان المناهضة للصالف الإسرائيلي الخلاصة أن النظام التركي كان جادا في الانفتاح على العرب ولدينا شواهد كثيرة على هذا التوجه لا مجال لذكرها هنا إلا أن بعض العرب كان يستقبل هذا الانفتاح التركي عليهم يستقبل بكثير من اللؤ والمكر المعهود عنهم في الأدبيات التاريخية عموما تعالوا نستمع للمنظر والسياسي الكبير أحمد داود أغلو نفسه وهو يتحدث بقريب من هذا الكلام في محاضرة قديمة نسبيا ثم نعود لنرى كيف كان الرد العربي على هذه اليد الممدودة التركية نحن حطمنا تلك الستارة الحديدية واليوم مئات بل آلاف الناس يتنقلون من دون سما تقول من حلب إلى أنطاقيا وإلى المدن التركية الأخرى وهكذا دواليك لدينا هدف واحد وهو إعادة التكامل مع جيراننا حدودنا لن تكون ستائر فولاذية حديدية مانعة وحواجز بل تكون أبواب دخول وخرود لا نريد صعوبات سمات دخول وعوائق جمركية في عام واحد رفعنا قيود الفيزا وسمات الدخول مع أكثر من خمسة عشر بلدا وهذه العداد في ازدياد المستمر بدأنا مع سوريا والآن نعممها على بقية الجيران هذا ما أسميه تطبيع التاريخ ليس هناك كرينة واحدة على أن النظام التركي يريد الإساءاء إلى العرب أو استغلالهم أو الهيمن عليهم بل على العكس النظام التركي لا يريد للبعد السياسي والعسكري أن يؤثر سلبا على البعد الاقتصادي لأن تركيا مثل الصين بلد همه الأول هو التنمية والتصنيع وليس لديه طموحات توسعية كما هو حال بعض الدول الكبرى مثل أمريكا أو بعض الدول الإقليمية الصغرى مثل الإمارات ما عندهش هذه الطموحات للتوسع العسكري واحتلال الجزر والسواحل هو عنده طموحات تنموية يريد أن يتوسع مثل الصين في التجارة وفي الاقتصاد والتنمية لكنه مع ذلك فوجئ أن بعض الأنظمة العربية تغرز خناجرها المسمومة في خاصرتها وبعض هذه الأنظمة كانت تركيا قد وقفت إلى جانبه في كضايا مصيرية كانت أول طعنة ظاهرة في خاصرة تركيا هي التآمر عليها في الانقلاب الماضي انقلاب 15 يوليو عام 2016 الانقلاب الذي شاركت فيه أنظمة عربية أشهرها نظام الزايد في الإمارات ويقال أيضا نظام السعودي وكان آخر محاولة التآمرية هي العلاقة المشبوهة التي نسجها السيسي مع اليونانيين ضمن حلف الفجار السيسي راح حوالي خمس زيارات على اليونان لينسج علاقات غير شريفة مشبوهة مع الخصم التقليدي لتركيا اليونان والتفاهم حول مسألة تعد مسألة خطيرة هي مسألة الغاز في البحر الأبيض المتوسط وهي مسألة حولها خلاف بين تركيا واليونان أراد أن يدفع أن يبتز تركيا عن طريق اليونان الضابط الانقلابي المستجد في عالم السياسة راح يلعب مع الأسد التركي في عرينه فماذا نتوقع أن يكون الرد التركي جاء رد أردوغان طبعا أردوغان عندما يرد ما يردش بنفس الطريقة المهرجين أردوغان ذهب إلى السودان ليس للتهريج وتقديم التنازلات نكاية بالسيسي مثلا كما فعل السيسي به لا جاء هنا بخطة استراتيجية طويلة المدى للشراكة مع السودان شراكة اقتصادية استراتيجية مع السودان تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين يجتمع على رأس كل عام وتم الاتفاق على تسليم تركيا جزيرة سواكن في البحر الأحمر لإدارتها وإعادة إعمارها لأجل طويل وهي الخطوة التي أزعجت النظام المصري وجعلت بعض إعلاميه يصرخون بطريقة هستيرية وبعض المراكبين اعتبرها خطوة ضد السعودية لكن يبدو أن زيارة رئيس الوزراء التركي للسعودية في نفس التوقيت جاءت لطمأنة المملكة وإزالة مخاوفها وفاعتقادي أن السعودية ستتكبل الأمر برضى لأنها في هذه اللحظة بحاجة لمن يفرمي للابتزاز السيساوي السيسي بيبتز طوال الوقت السعودي وهي بحاجة من يفرمي للسعودية ربما هي تكون عجبتها هذه الخطوة التركية وبعدين تقول لك لكل حادث حديث إذن تركيا ذهبت إلى السودان لإقامة علاقات استراتيجية وتنموية طويلة المدى حوالي 12 اتفاقية وقعوا عليها منها اتفاقية لإحياء الاتفاقيات الزراعية تستثمر ما كرابة مليون مليون هكتار زراعي يعني احنا مقدمين على نهضة للسودان نهضة زراعية واقتصادية للسودان إذا استمر الحال على ما هو عليه طبعا احنا قدمنا كراءة للحدث في سياك الصراع السياسي لكن هذه الكراءة لا يجب أن نفهم منها أن السودان وأفريقيا كانت خارج الأجندة التركية حتى جاءت الأزمة المصرية مثلا لا تركيا يعني من زمان أولت أفريقيا اهتماما منحوظا من قبل الربيع العربي من قبل ثورات الربيع العربي لنفس الأسباب التي دعت الصين وروسيا وأمريكا وإيران للتوغل في القرى السوداء نفس الأسباب هي التي دفعت تركيا الذهاب إلى القرى السوداء البحث عن التنمية السياسية التنمية الاقتصادية والشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري قبل أي بعد آخر قبل البعد العسكري والسياسي يعني في كل الأحوال هذه الزيارة جاءت في نفس الطريق الاستراتيجي الذي يمضي فيه حزب العدالة والتنمية أخيرا نأتي إلى السؤال الأهم سؤال الحلقة أين نحن كيمنيين من صراع المحاور هذا أين تكف مصلحتنا لنكف بجانبها وسبك أن قلت أنه ينبغي أن نفهم الصراع في المنطقة بوصفه صراع محاور لا صراع دول هناك محور إيران الطائفي المكون من عدد من الأنظمة والجماعات وهناك حلف إسرائيل أو محور إسرائيل المكون من إسرائيل وحلف الفجار العربي وهناك محور تركيا المكون من عدد من الأنظمة العربية والجماعات وأغلب التيار الشعب العربي طبعا أنت هنا مخير فأين تضع نفسك في أي محور؟ محور تركيا؟ محور إيران الطائفي؟ مستحيل محور إسرائيل؟ أم لا محور الإمارات والسعودية؟ الذي يتأمر على نفسه؟ طبعا مستحيل تشتي تبقى وحدك خارج المحاور هذه؟ لا تستطيع لا تستطيع نحن كشعب في اليمن كأمة بعيدا عن الحكومة الحكومة لظروفها الخاصة يعني هي الآن محكومة بظروف التحالف العربي محكومة بالرغبة السعودية والإرادة السعودية لأن الممول يحكمك المثل الأمريكي يقول من يدفع أجرة العازف يختاره اللحن السعودية والإمارات هي اللي بتدفع أجرة العازف الآن وهي اللي بتختار اللحن لكن الشرعية بتحاولين تسدد وتكارب للوصول إلى حلول تكاربية بما يخدم السعودية ويخدم الكضية اليمنية لكن على المدى الطويل وبالنسبة لنحن كأمة كشعب مصلحتنا هي مع محور الديمقراطية والربيع العربي لماذا؟ لأن مشكلتنا هي ما هي مشكلتنا ما هي مشكلة اليمنين في حقيقة الأمر مشكلتنا إحنا ممكن نسميها أسماء كثيرة ممكن نتكلموا بعضهم عن المركزية ويقول مشكلتنا هي المركزية السياسية أو يقول مشكلتنا هي الجهل أو يقول مشكلتنا هي النظام الفلاني إلى آخره لكن في حقيقة الأمر مشكلتنا الجوهرية التي تنبثك منها كل المشكلات وتتفرع عنها كل المشكلات هي الاستبداد السياسي الاستبداد السياسي ما فيش غيره ألف لام ألف سين تاء باء دال ألف دال هذه هي مشكلتنا وإذا حاولنا نتفادى هذه الحقيقة أحنا بنزور وعينا وبنكذب على أنفسنا الاستبداد السياسي هو الذي أفشل الدولة في اليمن وهو الذي مزق النسيج الوطني اليمني وهو الذي دمر كل النظم حتى النظام الأخلاقي في اليمن طيب الحل الحل هو في الديمقراطية الحل في نظام سياسي ديمقراطي يتعامل مع جميع اليمنيين على قدم المساواة يوزع السلطة والثروة والكرامة بالتساوي على جميع اليمنيين في هذه الحالة ممكن يستكرر الحال في اليمن طيب من اللي ممكن يعطينا مشروع الديمقراطية من اللي ممكن يمنحنا الآن مشروع الديمقراطية ما فيش ما فيش واحدة من المحاور هذه يعني في المحاور السياسية الموجودة في المنطقة الآن غير المحور التركي لأنه معني المحور التركي أصلا من مصلحة أن يكون هناك ديمقراطيات في المنطقة ولذلك لماذا دعمت تركيا لماذا دعم النظام التركي نظام مرسي في مصر والنظام التونسي والديمقراطية التونسية ودعم الربيع العربي لأنها كانت تبشر بالديمقراطية ومن مصلحة أن يكون هناك أنظمة ديمقراطية كما قلنا لأن الديمقراطية تحب بعضها والديكتاتوريات تتعاون مع بعضها وهناك ضمن هذا المحور دول ليست ديمقراطية ضمن محور الديمقراطية هناك دول ليست ديمقراطية بالضرورة لكنها داعمة للديمقراطية دولة مثل قطر قد لا يكون فيها ديمقراطية بالمفهوم الرسمي للديمقراطية يعني تداول سلمي ولكنها دولة داعمة للديمقراطية بدليل موقفها من الديمقراطية المصرية ودعمها للربيع العربي ودعمها لتونس كل النماذج الجديدة التي بشرت بالديمقراطية كانت مدعوبة من قبل قطر ولذلك على المدى البعيد وعلى المدى المتوسط نحن مصلحتنا تكمن بجوار هذا المحور هذه حقيقة لا يجوز أن نتفاداها بحجة أنه لا نحسب نفسنا على حد لا نحن لا نعيش في الفراغ إما تعيش في الفراغ إما تعيش مع دول الفجارة هذه التي لا تحتمل أظن أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن نلقاكم في العام القادم في الحلقة القادمة في أمان الله وحفظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر